هو ده بي بي دي. طيب بميل. ماشي. اوكي. ماشي. فيش مشكلة. ايه دية زي ما اتكلمنا عليها قبل كده في الاول. ده الاستردجو رقم واحد. في الكمبيلور ديزاين. لما اجي اعمل الكمبيلور ديزاين. لازم ااخد اللين اللي مكتوب. الكود اللي مكتوب. وقطعو لي توكنز. ماشي. اللي بيقطع الكلام ده هو الليكسيكالاناليزر. فالليكسيكالاناليزر ده بيعمل ايه? المفروض هو بياخد كود. الكود ده في الاول بيتعمل له بري بروسسيسنج. بري بروسسيسنج ده بيعمل ايه? آآ آآ بيشوف ايه اللي مش معموله آآ ايه اللي معمول له انكلود يجيب الحاجة بتاعته. وبيشيل اللي سبيسز ويديها للليكسيكالاناليزر. ممكن كمان ما يشيلش الاناليزر هو اللي شيلل سبيسز. الكمبيلور بيعمل ايه? بيتلع لكسيكال بيدخله على لكسيكالاناليزز وبعديها سنتكس اناليزز وبعديها سيمانتيك. احنا دلوقتي هنهتمم باللكسيكال بس. طبع. الليكسيكالاناليزر ده بيعمل ايه يا جماعة? بياخد اللايون مكتوب. ويروح يأسامل ويقسموا التوكنز ويبعتها للبارسر للسترجل اللي بعديها. يخلص اللاين ده يقول له هاتلي اللي بعدها. فياخد اللاين اللي بعديه. الاجزاء البسيطة. ويبعتها. اللي اتنين بيستعينوا بحاجة اسمها الايه? اللي هو اللي متعرف فيه اللي مكتوب فيه اللي حضرتك عرفتها. مسلا حاجة زي ايه كده? اف افتح كوس بي دابل ايكول زيرو ايه في الكوس اي ايكول بي سميكولن. هيعمل ليه يا جماعة? هيقطع الكلام ده لتوكنز. طب التوكنز دي? بينها وبين بعض ايه? ممكن مسافات او ممكن حاجة تانية. احنا اللي هنعملها مع بعض. فهقطع الاف لوحدها. وكوس الفاتحة لوحده. والبي لوحدها. والدابل ايكول لوحدها علشان دي واحدة. والصفر لوحده. وبعدين نقفل الكوس. وبعدين ال ايه ازا فاريابل لوحده. وبعدين ال ايكول بتاع الاسايمنت. وبعدين البي وبعدين السميكولن. طيب. يبقى بتعمل ليه يا جماعة? بالتوكنز اللاين ده هقطعه لتوكن. ماشي? وبريموف لو كانت موجودة. لو ما تمسحتش لو بتاعي ما بيمسحش الكلام ده في خلاص هو ده اللي هيمسحك. طب التوكنز دي عبارة عن ايه? قال لك ممكن تبقى متغيرات حضرتك معرفة عندك زي اكس. ده اسمه متغير. زي واي اليفن. زي من غير مسافة. مسلا واحد بيرخم على نفسه. واستخدم ده كاسمه متغير. ممكن? ممكن. مجرش حاجة. الكيويردز بتاعتي زي اف ايلس والفور وبريك. كلام ده. التوكن ممكن يبقى ايه? ممكن يبقى كيمة زي اتنين ومية وسلب عشرين. ممكن يبقى كيمة لو مكتوب بالشكل ده او مكتوب بالشكل ده او حتى مكتوب بالشكل ده. ممكن يبقى زي جامعة طرح ضرب اسمها زي بلاس بلاس زي اه اه الليفت شيفت والريت شيفت ايه مسلا زي الليزة عند الزيانر ايقل زي دي. ممكن يبقى مكتوبة ايا كانت. سويني سويني باسمها الاسمك هي العمل. السوبي قطع. عالمتين اصغر. عالمتين اصغر ده. بس برضو بيعندي بقولك سويني ده كان ليفت شيفت. السؤال تانية اوش هم ديسة? اه اه انا كنت اقصد ده عالمتين اصغر ده بيعبر عن ايه? ليفت شيفت. عن ليفت شيفت صح? اه وكان فيه كده راي تشيف. تمام ماشو اوكي. شكرا. 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 طيب. يبقى التوكنز ممكن تبقى ايه? ممكن تبقى حاجة من الحاجات دي كلها. فالمفروض الاناليزر بتاعي يقدر يعرف الحاجات دي ويفهم ان دي الانتفاير ولا كي ويرد ولا ولا انتجار ولا 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 سيمبول ولا string ويقطعها صح حنتعلمك النهاردة ازاي نعمل الكلام طيب فنعمل الكلام ده ازاي يا جماعة بقى قالك هنستفدى من regular expression علشان نفهم الكمبيوتر ايه هي representation بتاع اه التوكنز يبقى احنا التوكنز دي هنعمل لها representation بايه بال regular expression فديك اتمراجع بسيطة regular expression عبارة عن ايه احنا اخدناها لسه قفلنا مثلا لو انا عندي regular expression كده اي بي سي اللانجج بتاعها ايه هي 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 regular expression جواها قيمة واحدة اسمها اي بي سي طب كده or ما بين كنتين hello goodbye طب كده لا ده كده معناها ان اي binary number بدايته واحد فيعني دي مراجعة بسيطة كده على regular expression ففيه بعض اللي هنستخدمها لان احنا نكتب regular expression عارفين ار بلس صح ار بلس احنا عارفينها اللي هي عبارة عن ار ستار مضربة في ار طيب لو اربع ديها علامة استفهام معناها ايه معناها optional r optional r يعني ايه معناها r or epsilon ماشي طب لو انا كتبت ايه بي سي دي بس في اكواس مربعة معناها ايه معناها ايه او بي او سي او دي ماشي ااخد كل هنا اعمل or ما بينه بين اللي بعد طب لو عايز اتكلم على الحروف اللي انجليزي هقول ايه or b or c or d لأ انا ممكن هستخدم الاكواس المربعة دي عشان الست الست ايه رينزو معين اقول له بدايته ايه وان هي تزد من ايه تزد سواء small من واحد لتسعة and so on ماشي طيب ده معناها ايه ده معناها not فدي معناها ايه anything but one of the listed characters يعني اي حاجة ما عادل ايه والبي طب دي معناها ايه اي حاجة بس ما تكنش حرف small مش يا جماعة في مشكلة اكمل اه تمام طيب تمام اه هي سوانيا دكتور بعد اذنك انا هي اللي هي ال a b اللي هي القبل الاخيرة دي معناها ايه اي حاجة ما فيهاش ال a و b اه لأ مش ال a b دي الواحدة a b معناها a or b لو عملت نط عليها معناها ان اي حاجة اي حاجة بس ما تكونش ايه ولا b نفس الكلام دي معناها ما تكونش ايه او ال b اه لا ايه ولا ال b من ايه الزب ده معناها الحروف الالفابت الانجليزي ال small liter لما حط نط قبلها معناها اي حاجة ما تكونش small liter ايه اوكي بابت الدين بي دي معناها infinite ايبسلون او نسخة واحدة اللي هي a b او نسخة ايه اللي هي a b a b او تلت نسخات a b a b a b دي مثلا معناها الرينج من صفر لتسع يعني يا صفر واحد اتنين لحد تسع دي مثلا معناها ديجيت لما هقول ديجيت معناها انا فهمت وقبلها ان ال ديجيت ده عبارة عن ايه يا جماعة عبارة عن اي حاجة من صفر لتسع طب لو رحت بعدها قلت له ديجيت بلس معناها ايه معناها معناها خانة فيما اكثر حيث ان الخانة عبارة عن ايه اي كيمة من صفر لتسع طب لو عايز انا عارف ان الرقم يا اما اكتبه خمسة كده يا اما اكتبه سالب خمسة كده خمسة من غير اشارة معناها انه هو موجب سالب خمسة معناها انه هو سالب لو عايز امسل بقى الانتجر ربريزنتيشن امسله ازاي اجيب ال بوزوتف انتجر ده وحطه قدامه سالب علامة استفهام سالب علامة استفهام معناها ايه احيانا تاخد علامة السالب واحيانا ما تاخدهاش تاخد ابسلون قبلها يبقى يبقى مفيش خالص حاجة وبعدها خمسة او سالب خمسة يبقى ده يتكون موجبا او ده كمسة سالب يبقى اللي انا بعمله دلوقتي بعمل ايه عن الطريقة دلوقتي اللي انا بعملها حالا اللي هي من هنا ببدأ ابني ربريزنتيشن لحاجة معينة باني بقول عايز اعمل ربريزنتيشن بالقيمة الانتجر فاقلت له خلاص اي ديجيت هبنيه الاول هبني الديجيت اللي هي الكيمة من صفر لتسع ابني البطل انتجر اللي هو عباره عن ايه عدد من الديجيت اللي هو الربريزنتيشن من الديجيت على الاقل واحد عشان كده استخدمت ديجيت بلص طيب لو كان على الاقل سفر فاستخدم ديجيت ستار مفيش مشكلة بس الكلام ده مش فزبوط دلوقتي طيب بعد ما بنيت البطل في انتجر اروح اقول دلوقتي انا هعمل الانتجر بقى سواء مجابة او سالب فاخدت البطل في انتجر وحطيت قدامه علامة استفهام قدام السالب يجب اياخد السالب يا ما اخدهاش اخدت السالب بقى القيمة سالبة ما اخدتهاش يعني اخدت مكانها الابسلوم بقى القيمة مجابة ممكن اخد الكلامة وابني به بقى القيمة الريال القيمة الريال دي بتتكتب ازاي باخد كلمة صحيحة الكلمة الصحيحة دي هتبقى انتجر عادي خاص بعدين هاعمل ايه يا انتجر بس يا اما يعني تندرف في ابسلوم يا اما هتتحط بعديها علامة عشرية اللي هي نقطة اهيه نقطة وبعد النقطة يتحطت بعديها ايه انتجر كمان مرة بس هعمله على انه ايه على انه كاسر اهوت فبقى ده الريبريزنتيشن بتاعك عايز تعمل الريبريزنتيشن بعديها ايه قص مش عارف ايه هناخدها حاليا فاحنا هنبني الكلام ده وان باي وان دلوقتي اوكي طب ثواني هو لما يقولي على الريال انتجر وبين الكوسين ابسرون يعني انا ممكن كده تبقى نل مايبقاش انتجر نل ازاي قيمة فيها علام عشرية يعني القيمة الريال ممكن تبقى كام ممكن تبقى 43 عادي خالص اللي هي تبقى صحيح علشان كده جبنا انتجر انتجر لما تندرب في ابسلون هتبقى انتجر زي ما هي انما برضو اعملت اور احد الاحتمالات الانتجر دي هيتحط بعديها علامة عشرية وبعديها قيمة 35 مثلا اللي هي برضو نفس الريبريزنتيشن بتاع الانتجر بس بعد العلامة العشرية اهي يبقى دلوقتي ياما تندرب في ابسلون وتفضل صحيحة زي ما هي ياما تندرب في نقطة العلامة العشرية وبعدها برضو ايه رقم فيبقى الشكل الجسرية كمان ماشي كمان ماشي طيب تعالى بقى ايه نعرف شوية حاجات كده فيها مثلا تعالى الاول قلنا الالدينتفاير اول حاجة بتتعرف اللي هو المتغيرات اسم المتغير اللي موجود في البرمجة اعمل لرجل اكسبريشن بتاع اسم المتغير ازاي قالك بالنسبة للسي على الاقل اسم المتغير لازم يبدأ بحرف او اندرسكور وممكن يحتوي على ارقام بس ما يبدأش براكم وما ينفعش يبقى فيه مش دي الكنديشنز بتاعت اللي احنا بنعلمها للطلبة طيب يبدأ بحرف او اندرسكور عملت ان تغير اسمه لتر اندرسكور حيث ان المتغير ده كنتو من ايه لزد كابتل او من ايه لسمول زد سمول او اندرسكور فعملت ايه لقيم دي كلها وسمي دي اسمها ايه لتر اندرسكور وممكن يحتوي على رقم فعملت حيث اسمها رقم ديجيت حيث ان الديجيت ده من صفر لايه لتسع واروح بقى اعرف الاي دي هو الاي دي دي عبارة عن ايه لازم في الاول يبقى فيه لتر او اندرسكور فجبت لتر اندرسكور ده هنا قلت بالبداية بعدها بقى ممكن يحتوي على اي ريبيتيشن اي ريبيتيشن او ستار ما بين الديجيت او اللتر اندرسكور اصبح الشكل بتاع الاخير ده هو الشكل بتاع للايدنتفاير حيث انه بيعتمد على يبقى التلاتة على بعض دول يا جماعة بيوصفوا لي ايه بيوصفوا لي اي 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 دول بيوصفوا لي اي دول دكتور اللتر اللي في الاول ده انا مش فهم اصبع اللتر ايه ده متغير ممكن يجي من الى الزد اه يعني اي بي لعن الزد حرف كابتا او حرف سمول او او كيمة اندرسكور سميت الكلام ده كله اللتر اندرسكور ده اسمه علشان استخدامه تاني بدل ما اكتب الاكسبريشن ويبقى كبير اوي فانا سميت جزء جزء ومن سفر الى تسعة سميتهم ديزء وبدأت استخدم الاسمين دول علشان اكارية الاي دي فالاي دي اللي هو يختصر لها معناه ايه ابدأ بلتر او اندرسكور فاستخدمت لتر اندرسكور في الاول بعدية ممكن يحتوى على ايه فلا ايه معناها ايه معناها ايه معناها ممكن بقى يختوى على ايه بعد كده ايه حروف وايه ارقام او حروف او ارقام او فعملت او ما بين المتغير بتاع الحروف اللي هو وليتر اندرسكور والمتغير بتاع الارقام اه اوكي طيب مثلا ايه 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 في اللي انا معلم عن ايه ده لو عايز ما هو الليكسيكالاناليزر المفروض يعمل ايه المفروض يقطع لائن لتوكن ويبعتها للكمبيلر للبارسر يعني علشان يشوف الجرامر بتاعها بس برضو هو بيقطع لو لا الكومنت يحزفو ما يبعتووش بس برضو يعني ايه يعني لازم يكون فاهم الكومنت بتاعه بيكتر ازاي سواء الكومنت كان سنجل لائن او مالتلائن فلازم برضو اعرفه للكومنت عبارة عن ايه بفكره فيها كده احنا هنتكلم كمان شوية صغيرة على النوتيشن للاركم ازاي يعمل النوتيشن للرقم اللي مكتوب في اي تريبل ايه فورمات اللي هو ده اللي هو مسلا اتنين سهل باثنون وثلاثة من عشرة مضروبها في اي قص مجة بسبعتاشر فالطلو خلاص نبنيها واحدة واحدة نبني الديجيت الاول الديجيت هو اي حاجة من طفل التاسع حلو الكلام هنا الكلام بترد رد حد يرد علي علشان اعرف انت معنا ولا لا ادي الديجيت احنا عايزين نعمل ديجيت واحد ولا ديجيتس اكتر من ديجيت عايزين نعمل ديجيتس فالديجيتس دي عبارة عن ايه عبارة عن ديجيت بلاس اللي هي الديجيت ديجيت ستار حلو الكلام خلاص عملنا عملنا الديجيتس الديجيتس دي الواحدها تعبر عن القيمة الصحيحة ماشي فالرقم دلوقتي لما اجي اكتبه 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 ازاي قالك دلوقتي انت ممكن الرقم يبقى فيه قيمة صحيحة وخلاص يبقى دي رقم وبيتبع الفورمات ونص او ممكن يبقى فيه قيمة اوبشنال اللي هي ايه علامة عشرية ورقم كمان وبرضو يتبع الفورمات او ممكن يبقى فيه قيمة اوبشنال كمان اي قص موجب تلقته مثلا يبقى القيمة الصحيحة عملتها اللي هي البرت طب تعالى نعمل اوبشنال فراكشن اهو اوبشنال فراكشن اهو اوبشنال فراكشن ده لو هتستخدمه هيبقى تعريفه عامل ازاي هو اسمه اوبشنال اوبشنال يعني يعني يبقى موجود اهو يعني يبقى موجود او لا اه يبقى عارفنا ايه لازمت الابسلون دلوقت هنا يبقى موجود كنتو عاملة ازاي ضت وبعدي شوية ديجيتس او لا اهو يعني عاوض عنها بايه بابسلون ماشي وزاي الابشنال كومبوننت ايه اكسبوننت الابشنال اكسبوننت باقي فيه لو يبقى ما هو لو بابسلون يبقىination ما معشي منعارف ما هو هل كل الارخام هل كل الارخام لازم يبقى فيها العامة عشرية لا الاركم الصحيحة مش لازم يبقى فيها فالاركام الصحيحة ما هو كده هوا هو ايه بقى الدوت ما hilft دي كلها علي بعضها او ابصال ايه يعني ياخد دي كلها? لو فيها كمة صحيحة? لا ياخد الابسلوم. هو ما اخدهاش خالص فاخد الابسلوم. الابسلوم ما بتأثرش على على الرقم. ماشي يا بشوندوس عند? ماشي خلاص. طب نفس الكلام في الابسلوم بتاعها كله يقريح دماغي واروح اخد مين? الابسلوم لو مش موجود فيها شكل الاي. طب شكل الاي بيتكتب ازاي? بيتكتب اي? هم. تعال امسح بس الاول. بيتكتب اي? يا جماعة فيقوة. ايه? وبعدين? يا اما موجب. يا اما سالب. يا اما مش موجود حاجة خالص واعتبر موجب برضو. يعني انا هياخد واحد من التلاتة دول. وبعد كده بيبقى بعديها شوية ديجيت. يبقى ازا دلوقتي انا عملت ايه? عرفت ديجيت ومنها عرفت ديجيت كيمة صحيحة. ومنها برضو عرفت اه كيمة كسرية اوبشن اللي تحطها اولا. وبعدها عملت كيمة اكسبوننت اوبشن اللي تحطها اولا. منها بقى تعانيبني النمبر. النمبر ده ابني ازاي يا جماعة? باني بقوله. رقم واحد. ديجيت. اه هنا. هو عبارة عن ديجيت. كيمة صحيح. بعدي احط اوبشنال فريكشن وهي الوحدها جواعة تعويضة سواء يتحط اولا. وبعدها احط اوبشنال اكسبوننت وهي جواها اساسا برضو تعويضة يتحط اولا. يبقى ازا ان اللي انا عملتو ده هو عبارة عن او 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 الارقام. حلو كلام? بعرفه للكمبيوتر بالشكل اللي ده بكتبهه اللي بقوله تعريف الرقم هو. تعريف هو. تعريف هو. تعريف هو. تعريف هو. تعريف هو. تعريف هو. وهو على اساس التعريفات دي بيبدأ يقطع بقى اللاين بحيز يتماشى مع التعريفات دي كلها. طيب. عشان عندي استفضار بس ممكن. اتفضالي. في اللي قبلها. اللي قبلها. عندنا في الاوبشنال اكسبوننت. اه. لا لا هي اللي موجودة حدوش. اه بيقول لي ان احنا عندنا الاي. اه ليها في الجزء الاوبشنال يا موجة. يا موجة بياسالب. يا ابسرون يا مفيش. صح كده? اه. طيب. هو ايه لازمت انه يحط الابسرون وموجة ما هو يحط واحد في الاتنين. مش بس يعني انا هلا انا ماشي انا مع حضرتك ان ان لو الموجة موجود مالوش لازم انك ما تحطهاش يعني. بس برضو في بعض مننا بعض مننا بيكتبها من غير موجة. يعني كم ممكن اكتبها كده. يعني اكتب ايه سبعتاشر على طول مسلا. طيب ماشي. انا بقول ايه او ابسرون يعني اه موجة ب او ابسرون الاتنين يغنوا واحد فيهم يعني. كم ممكن اكتب كده. ايه وبعدها سالب اه بعدها علامة استفهام. سالب علامة استفهام لوحدها دي معناها سالب او ابسرون. انا عارف ان ان دي ودي لبعض. انا عملها كده. ماشي? تمام. ماشي تمام. طيب قلنا ان هو بنيدي له التعريفات وهو بيقطع على حسب التعريف. طيب ايه اللي يحصل بقى? لو بيقطع وبلاقى تقطعتين. يعني واحد رخم واحد رخم. كتب اسمه متغير من غير مسافة. والكمبيوتر خده منه اصلا اعتبر اسمه متغير. وحط فيها صفر. فلما جاي قطع قطع ازاي? لقى اكس. تعال انا بنقوله التقطع التاني الاول. يساوي صفر بعدها سمي كلام. ده التقطع التاني. التقطع الاولى رح جايق قال لك ما هي السي دي لوحدها دي كي وورد. واخد الاكس. واخد بعدها يساوي. صفر سمي كلام. بقى عندي تقطع تاني. قال لك في الحالة دي. الريجلر مكانش انف علشان يقولي اقطع ازاي? لو فيه عنده اكتر من تقطيع عاتف. دكتور ممكن تقولها تاني? هاولي تاني حاط. اللي هي بتاعت آآ 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 اي رأيي حضرتك لو انا كتبت آآ مسافة X يساوي صور. مش دي بتاع آآ 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 آآ. واحد راح جاي مرخم وشايل المسافة دي. واساسا كتب آآ آآ من غير مسافات. ودي اساسا كانت كانت متغير عنده نوعها انتجر. رخامة بقى. الكمبيوتر ما ما عندوش مشكلة ان هو يحطي لي من غير مسافة. فكان عنده اه كان عنده الامر ده هتروب بس البيان. كان عنده الامر ده ان اسم المتغير ده حط فيه كمتصفر. لما راح يقطعه لقى اتنين ينفعوا عليه. او لوحدها واكس لوحدها يساوي صفر. وبقى عنده تقطيع لنفس الحاجة. كلام ده مش مزبوط. اه. الحالة دي. ايه اللي بيحصل? قالك التقطيع الاطول هي اللي بتكسب. فتلاقيه يمشي مع الشكل ده. والشكل ده ازاها مش هو اللي عايزه. وبالتالي اصبح دلوقتي عندي مش مش كافي انه هو يقطع لوحده. بيحل الكلام ده ازاي? ايه اولى من ايه? وبعد كده برضو حتى يقول لك لو عندك اتنين ماتش لهم نفس خد الكبير. طيب. تعال نشوف برضو هو بيقطع ازاي اساسا? انا بقول من خلال الكلام ده مش مزبوط. مش مزبوط قوي. هو مش من خلال هو مش هيعرف يقطع ب هو بيقطع بحاجة تانية. بال دلوقتي لو بقول اي هي عبارة عن ايه? هي عبارة عن اف وبديله زين وبديله لو دي بس. لو بقول له كمان او ان تبقى فاضي يا خلص ما فيهاش لا اف ولا از. فانا دلوقتي انا بعرف الاف الاف زين. احتاج تعرف حاجة اسمها واحتاج تعرف حاجة اسمها لو عرفتهم صح? يبقى انا عرفت الاف زين خلاص. فبقول تعال نعرف الاكسبريشن. الاكسبريشن ده عبارة عن ايه? دي الحاجة اللي بتتحط بعد الاف اللي هو اكبر من اقل من اه يساوي اه بعدها وبعدها ترم تاني. يعني اكس ده ترم الاولاني والو ده ترم التاني وده او انا بقول له اف اكس وهو هيختبر الاكس على طول. فبديله ترم على طول. يبقى يعيه يبقى ترم يعيه يبقى ترم ترم. طيب انا جيت اعرف الاكسبريشن دخلت النفسي حاجة جديدة اسمها لازم عرفة واسمها ترم كمان لازم عرفة. الترم ذا ممكن يبقى ايه? ممكن يبقى ايدنتفائر اللي انا لسه معرفه قبل كده اللي هو اسم المتغير بتاع السي. او ممكن اكس اكبر من خمسة او ممكن يبقى سửوصه اللي قبل كده بتاع الاركام. يبقى انا عرفت دلوقتي بالشكل ده مع مع تعريف ومع تعريف عرفت مين عرفت اللي هي اللي اسمها حلو الكلام يعني انا بابني تعريفاتي من الصغير اخذها ابني بيها اللي اكبر اللي اكبر اللي اكبر لحد ما خلص تعريفاتي كلها فاصبح عشان تعرفه النمبر ده عرفناه بالشكل ده اللي هو اللي قبل قبلها وعرفت بالشكل ده الاولانية خلصت قال لك لا لسه ما خلصتش ليه يا عم ما خلصتش علشان كلمة اف دي انا مش فاهمها ايه الاف دي قال لك الاف دي هي عبارة عن اي وراها اف طب الزن دي انا مش فاهمها قال لك خلاص الزن دي عبارة عن تي وراها اتش وراها اي وراها انا وزيها الالس فاضل لي حاجة واحدة اللي هي ايه ايه بقى الريليشن الابريشن دي بقى ان شاء الله قال لك الريليشن الابريشن دي علامة اقل من علامة اكبر مني او علامة اقل من اوساوي او علامة اكبر من اوساوي او علامة نوت ايكول ممكن يكتبوها كده فبعد الكمبيلات او علامة ايكول بتاع الكمبيلات ممكن يكتبوها كده ببعض الكمبيلات يبقى ازا الصفحة دي مع الصفحة دي تعرفني تعرفني يبقى احنا خدنا حاجات بسيطة زي تعريف زي تعريف النمبر سواء هو فلوتي النمبر او او الرقم صحيح اه وخدنا حاجة كومبليكيتد شوية زي حضرتك بقى ممكن تبدأ اتعرفني الوائل والوائل والفور والحاجات دي كلها اوكي بنفس الطريقة دي في مشكلة مدى تماما قلتلكم ان من ضمن وظائف الليكسيكالانالايزر انه هو يديتيكت الاسبيسيز ويمسح هيدتيكت الاسبيسيز ازاي فبقوله هيدتيكت الاسبيسيز سواء كانت بلانك او تاب او نيو لاين او اي يكون بينشا ما بينهم زيادة او اللي هو مور زان وون بلانك مور زان وون تاب مور زان وون نيو لاين وهقول ان ده متغير اسمه WS وتعالى بقى نقولي الاكشن هو بيعمل ايه لو لقى WS ما تبعدش توكن خالص هتحزفها طب لو لقى كلمة I وراها F هتبعد التوكن اللي اسمها F عندك لو لقى T وراها H وراها E وراها N هتبعد التوكن اللي اسمها زين لو لقى ID هتبعد التوكن اللي اسمه ID وتروح تدور على مكانه او تعمله تبعد البوينتر بتاعه في الـ table اللي انا قلت عليه في الاول اللي هو اسمه Symbol Table طب لو لقى العلامة دي هيقولي ان دي هي عبارة عن الـ relational operation اللي انا كنت معرفها وابعت له ان دي تعبر ايه تعبر عن LT less than or equal آآ سوري less than طب دي less than or equal طب ده equal طب ده greater than طب ده greater than or equal يبقى دلوقتي اي حاجة وهو بيقطعها لقاها مشابهة لفاريابل عنده لتوكن نيم بيروح جاي باعتها ويباعتها ممكن يبعت آآ مينينج لها للكمبيلور للبارسر بعد كده ماشي طب هيقطع ازاي ما انا لسه مش عارف هيقطع ازاي انت هتعمل لها definition كبروجرامر باستخدام regular expression طب الكمبيوتر هيشتغل ازاي قال لك بقى الكمبيوتر بيروح ياخد regular expression ده يحولوا لDFA عشان كده خدنا التحولات يا جماعة الأول بعد ما يحولوا لDFA ياخد الDFA عشان يقطع بي يقطع بي ايه اللاين فمسلا ده اللي بيقطع اي حاجة فيها اللي هي الاشكال دي هيقطعها ازاي start لو لقى للزان equal accept في الحالة دي هرجع ايه للزان طب لو لقى للزان وبعدها greater than كنا قلنا ده الشكل بتاع النوت equal ماشي لو لقى للزان بعدها greater than accept بقى تاني بس في الحالة دي هترجع نوت equal طب لو لقى للزان بعدها x يعني y للزان x للزان بعدها other other thing حاجة مش الحاجات اللي انا بدور عليها دي مش less than مش greater than مش equal بعدها مسافة مسلا بعدها حرف تاني في الحالة دي هو هيعمل ايه هي return ايه يا جماعة للزان طب لو لقى equal 1 او double equal مش فرق هي return equal بتاع ايه طب لو لقى greater than بعديها يساوي هيرجع greater than or equal طب لو لقى greater than بعديها مسافة بعديها x بعديها y بعديها other يعني بعديها حاجة تانية مختلفة هيرجع greater than اصبح اللي انا رسمته ده هو عبارة عن حاجة اسمها اللي من خلاله بيقدر يقطع مين relation operation طب السكانر اللي يقطع اللي يقطع اهو انا هبدأ لو جاي liter بعديه liter او digit بعديه حاجة اخرى حاجة اخرى غير اللي موجودة في التعريف بتاعه يعني بعديه مثلا زي هاش بعديه مسافة مثلا خلي الاثر ده في المرحة كأنه مسافة يبقى اسم المتغير خلص x1 y بعديه مسافة يساوي او يساوي مش فرقة خمسة liter بعديه digit او liter بعديه اذر اهو سواء الاثر دي كانت مسافة او اللي يساوي مسلا في الحالة دي هتعمل ايه سيادتك هيرجع one step back هيسيب الاثر خلص يرجع تاني يقرب من الاثر ويروح جيه واخد بزء اللي قابله ده ويقل لك عليه ادي اول تقطيعة accept التقطيعة دي تقطيعة الidentifier ابعثها للمين لي ال 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 اللي هو اللي هي اللي هي في مشكلة طب لو عايز يقطع الان اللي احنا عملناه من شوية فاقول له خلاص سهل عندك تلات حالات ان هو يبقى كيمة صحيحة بس او كيمة صحيحة ورا كسر او كيمة صحيحة ورا كسر ورا اكسبونين شك تعال اقولي الاولانين الكيمة الصحيحة بس يبقى digit ورا شوية digit وبعدي اذر في الحالة دي ارمي الاذر ارجع وانا واخد الكيمة دي كلها وابعتها صحيحة بعدها بعدها دوت تعال نشوف اللي بعدها دوت اللي بعدها دوت بيعمل ايه بيقول لك ديجيت وراها شوية digit بعدها دوت والدوت دي بعدها ايه وراها شوية digit وبعدين بعدها اذر خلاص يبقى ده تلاتة بوينت اربعة مثال زي كده قطعها ويرميها تاني اه لي الفارسر طيب لو عايز بقى اشوف الشكل العام اللي هي اه كانت في ايه قص موجة بخمسة مثلا اعملها ازاي بعد ما وصلت هنا ما تقطعش لسه 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 انا مكمل في بعضية ايه والاي دي بعدها موجة باو سالب ديجيت او اكتر وبعدها اذر او في ايه هسيبني خالص بقى من موجة باو سالب خالص واحد اعملها بالشكل ده في يوس خمسة فهقول له خلاص حاضر دعنا اخو بس حاجة مختلفة في ايه وراها ديجيت او اكتر من غير علامة وانا عارف انها مجابة دلوقتي وراها اذر يبقى ازا السكانر ده عبارة عن ايه عبارة عن دي اف اي يناظر اللي حضرتك كتبته للتعريفات بتاعت التوكنز اللي احنا عملناها واحدة ورا واحدة يبقى انت كبرجرامر عايز تعمل كومبيلور جديد هتعمل ايه سياتر هتروح تكتب له التعريفات بتاعت التوكنز في الليكسيكا الاناليز وتعرفوا ازاي يحاول التوكنز دي التعريفات دي ك poetry لدف هي هو بيعمل ليه بقى هو بيحاولها ال 하겠습니다 لما ي 1999 اكسبت في حتة معنى كده ان هو لايه سوق طيب يأكسبت ويشتغل من اول و جديد يأكسبت كمان مرة يقطع كمان مرة ويشتغل من اول و جديد يأكسبت كمان مرة ويقطع كمان مرة ويشتغل من اول و جديد لحد ما يخلص الhew يروح له هو اخض التوكنز ديت كلها علي بعضها وباعتها للستنج حد عنده مشكلة في الليكسيك الاناليجة غلوية المثال ده لو هي كانت اي بلاس خمسة هتمشي ازاي يعني تلاتة ضد اربعة تلاتة ضد اربعة اي بلاس خمسة او اي بلاس خمسة تلاتة تقول انت اربعة في اي بلاس خمسة تلاتة بوينت اربعة خدت دي او دي انا كاتب زيرو اور اور يعني معناها كده معناها ان في سهمين سهم علي موجة بسهم عليه سالي وراها خمسة وبعد كده حضرتك قلت المسافة اللي هي الاظر رح جاي راجع المسافة تاني وعمل اكسبت ايه وبعت القيمة دي كلها مقطعها على بعضها الله اسم يشه حد عنده مشاكل يا جماعة تانية باهم باهمي باهم